أسدل السطار اليوم في القاهرة على محاكمة القرن التي بدأت قبل ثلاثة أعوام بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في وقائع إعادة محاكمته مع نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه ومعاونيه في وقائع التحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوة الجنائية ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين كما برأت وزير الداخلية الأسبق العدلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين المحكمة برأت مبارك أيضا في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوة الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل أعمال مقابل استغلال النفوذ بشأن مع أسندا لمحمد حسن السيد مبارك من اتهام بالاشتراك مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق في إسناد بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وتربيح الغير والإضرار العام حكمت المحكمة حضوريا ببراءته مما نسب إليه وفيما أبدت العديد من القوى السياسية وأهالي الشهداء خيبة أمالهم من الحكم أعربت قوى سياسية أخرى ضرورة احترام أحكام القضاء والالتزام بها وربط محللون بين توقيت دعوة الحركة السلفية للتظاهر في الثامن والعشرين وموعد النطقي بالحكم في قضية مبارك وأعواني الذي جاء بعد يوم واحد من دعوة لم يستجب لها أحد سوى قوات الشرطة والجيش التي انتشرت بكثافة في جميع محافظات ومدن مصر المختلفة وفي أول رد فعل شعبي على أحكام البراءة اعتصم عدد من أعضاء حركة 6 إبريل مع أهالي شهداء الخامس والعشرين من يناير في ميدان عبد المنعم رياض بوسط البلد بعد انسحابهم من أمام نقابة الصحفيين بسبب التواجد الأمني المكثف